رحبا حضاراتكو والفقرة الأخيرة ودكتور دينة أبويل سعودة الامن ورانا وكل مرة بيبقى ملف ملاف صراحة يعني أهم من اللي قبليه نهاردة حنتكم عن ملفة صحة المرأة صحة المرأة بشكل تعامل صحة المرأة نتكلم عن البشرة الصحة البدنية الصحة النفسية الحاجات كلها اللي بيتهم المرأة نتكلم بقى بالتفصيل أكتر سخيان نرحب بدكتور دينة أبويل سعودة المن ورانا النهاردة في عشر صبت في الأهلة صحة المرأة ده ملف كبير قوي طبعاً وبيندرك تحتي نقاط كتير على قد ما نقدر نحاول ان احنا ناخد ملف ملف فيهم وان نتكلم بشكل مفصل ونعرف الحلول في الآخر هتبقى ازاي نبدأ كده بالصحة العامة للمرأة مفروض ايه للمرأة تعملوا مفروض الست تعمل ايه علشان تحافظ اصلا على صحتها طبعاً مهمة قوي كل ست بتتفرج معانا دلوقتي تهتم بصحتها لان صحتها مهمة لينا كلنا الست هي نص المجتمع وهي اللي بتربي اجيال واللي بتولد من النص التانية فلازم تهتم بصحتها مهمة قوي عشان تهتم بصحتها تلات حاجات تركز فيهم هرجع اقولك الاسترس الاسترس مشاكل امورات كتيرة جداً لانه بيترتب عليها حاجات كتير الاسترس كورتزول يعلم الغضة القذارية بيعملي مشاكل في الغضة الصماء واتفر المبايد او البانكرياس فبتبع عرضة لمرض السكر او الضغط والحاجات دي فلازم تركز في الاسترس عشان الاسترس اول ما نحاول نقلل شوية من الضغط العصبي هرموناتها تتزبط لان الكورتزول هو المسؤول على كل هرموناتها فلازم تزبط الهرمونات مع الاسترس ولازم ولابد تزبط الكمية الفيتامينات والمعادن اللي بتستهلكها يومياً او اللي بتاخدها يومياً كل ستة تتفرج علينا الفيتامين لا تنتج في الجسم ما عادة فيتامين دي اللي بناخده من الشمس لكن بقية الفيتامينات لا تنتج من الجسم فلازم ناخد السابليمين عشان الاكل الغذائي الاكل الصحي او المكملات الغذائية عشان ندعم صحتها هندعم صحتها في ايه؟ لو هتكلم اكيد على البشرة والشعر من اهم الحاجات لان نقص الفيتامينات والمعادن هيديها شحوب في البشرة هيديها تجعيد التشقق حوالين البؤ عدم نضارة وش مسفر هلات سودة كل الحاجات دي من اعراضها نقص الفيتامينات والمعادن شعرها هيقصف ممكن يقع لو انا معنديش مرض معين اكيد فممكن يحصل تساقط شعر نتيجة نقص البيوتين الكادمات لما بتسحى منهم بتلاقي كادمات دي بتبقى سببها ايه؟ فيتامين سي من احد الاسباب يعني انه بيبقى عندها نقص رهيب في فيتامين سي عدم التأم الجروح طب ايه اسباب تاني الكادمات لان ده موضوع على فكرة كامل بين سيدات كتير جدا بأعمار مختلفة الكادمات اللي الواحد بيسحى فاجأ اليه في كادمات في اجزاء من جسم وبطوط كام يوم بعدين تختفي ايه تاني اسبابها؟ اسبابها حاجات تانية بقى دي بتبقى تحت الاستشارة الطبيب اكيد مشاكل تانية خالص انا مش هتكلم عنها فهم اقصدي لكن هي لازم بس ده راجع ان في مشكلة عند هذه السيدة وفي نقص في فيتامين سبعيان انا على طول بقول لو ما عندكيش مرض وعندك ده يبقى لان لازم نفرق بين الدواء والعمل النفسي الاساسي برضو من العوامل النفسية برضو دي الصحة النفسية مهمة جدا لانا قلت الضغط العصبي اساس امراض كتيرة جدا فده مهم عندك كمان ايه كمان تنميل الاطراف تنميل الصوابع تنميل الايد الوغز تحس ان في دبابيس كده برضو من احد الاعراض نقص الفيتامينات والمعادن بالاخص فيتامين بي عندك عدم التركيز مش بتكلم على امراض انا ما بتكلمش على الزهايمر لان فيتامينس ماليش علاقة بالامراض الادوية هي اللي بتعالج لكن ممكن من احد الاسباب عدم التركيز نقص فيتامين بي كومبليكس بكل انواعه النشاط الخمول المناع يعني برضو تحسي ايه ست بيجي لها العدوى كذا مرة لا ده انتي كده عندك مشكلة في المناع طبعا انا شايف على شاشة دلوقتي نقص الفيتامينات والمعادن جفاف البشرة والعيون تقصر الاظافر تنميل اليدين والرجلين ده فيتامين بي فيتامين سي نزيف اللاثة لما بنصحى منهم نقص برضو بتلاقي الدم ده نتيجة نقص فيتامين سي تقصف الشعر فيتامين دال طبعا مهم جدا فيتامين دال من اهم الفيتامين اكيد بناخده من الشمس او بناخده عن طريق المكملات الغذائية لو عندي ناقص فيتامين اي مهم قوي لانه بيحسن الخصوبة مش بيعالج الخصوبة هو بيحسن وضعف المناع وجفاف الجلد دي اعراض نقص الفيتامينات مع الحاجات اللي قلتها التانية تمانيا نحوان طيب لو هنتكلم برضو بما ان احنا في ملف صحة المرأة في بعض السيدات البريد عندهم او الدورة مش بتبقى منتظمة يعني ممكن تجيلها مرتين في الشهر مرة في الشهر دي مشكلة راجعة برضو وهل قلب مالتي فيت ممكن يساعد في ده لو ما عندهاش حاجة عضوية بالضبط لو ما عندهاش حاجة مرضية يعني انت عندك مشاكل تغلد الدرقية بتحتاج طبعا استشار الطبيب وقتها على طول بقول اي اضطراب في الدورة لازم استشار الطبيب اقدر ادعم الموضوع ده بقلب مالتي فيت لان قلب يعني ادعم الدم انت عارفة وقت الدورة السيدات بتفقد دم كتير جدا سواء بتفقد دم يعني في ناس بتفقد ستات بتفقد دم قليل او ناس او ستات بتفقد دم كتير لازم نعوض الدم اللي فوق ده باهم فيتامين فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين ده اهم فيتامين عشان الفيتامين بي 12 هو المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمرة وعوض الدم اللي هضر مني قلب مالتي فيت هيبه كويس جدا 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 ليهم العبوة زي ما احنا شايفين السادة المشاهدين ما عنديش غير قلب مالتي فيت هو ده الشكل بس ما فيش اشكال تانية ليه اللون الاخضر في الابيض في الورنج سكرين شوت لشكل الايوة ايوة صح والله عملوا زي ما دكتور دينا بتقول سكرين شوت عشان لما تروح السيدلية لو لون متغير ممكن على فكرة بيقلدوا دلوقتي كأنه هو كابي بيست فلا خدوا سكرين شوت وتأكدوا بنفسكم ان فعلا هو ده اللي احنا بنتكلم سوري المكامل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط طبعا ألف مالتي فيت سعر كويس برضو ولازم اقول له المرخص من هيئة سلامة طبعا معلومات مهمة ونأكد عليها مهمة قوي قوي انا هاوانت طبعا انا انت عارفها هو هي بدي الفيتامينات يمكن على الشاشة عشان ناس يمكن تقول اي ده ده الفيتامينات والمعادل اللي موجودين داخل ألف مالتي فيت عندي زنك فيتامين هه فيتامين سي ثلاثة سي اهي؟ فيتامين بيه ثلاثة بيه خمسة نحاس كالسيا فيتامين بي سكس باوتين فيتامين بي two فيتامين بي تولف واللي تحت الفوليك أسد مهم جدا 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 كل happened الbeepامينات الكالسيا مهمت اول سيتات على فكرة الكالسيا مهمة جدا جدا لتكوين العظام الباوتين مهمة جدا للشعر مهمة جدا الكالسيا مهمة للضوفر ايوان اوان خش بعه الفيتامينات القديم بتهم اي يمكن احدى الكبيرها من السيدات يمكن ستات كثيرة بتشتكي إذا وفرها ما بتطوالش. قبل ما نخش على التفاصيل عندي سؤال هو هل الموضوع لي علاقة بالبلد؟ يعني مثلا هل إحنا كمجتمع مش عارفة يعني في أفريقيا مثلا أو إحنا مش عارفة أو مثلا نتكلم عن نسل في الشرق الأوسط عندهم عوامر ربما بتساعد على استساقط الشعر أكتر والأضافر. أسلحنا ما بنسافر بره بنحس مثلا ممكن في أوروبا مثلا أو نروح قارة تانية. هل شعارك أفضل؟ ما عرفش بشرتك أفضل؟ هل الموضوع لي علاقة بالبيئة اللي بنعيش لها؟ أول موضوع لي علاقة بالحالة النفسية لما بنسافر بتبقى الحالة النفسية أحسن والتمثيل الغذائي أحسن والنشاط أحسن. مش البيئة يعني لو البيئة فيها تلوث أكيد بيحصل أكسدة يعني للخلايا وأنا عطول بقول نخلي بالنا من قصة الأكسديشن نخلي بالنا طيب أنا أعمل إيه عشان نمنع الأكسدة ونمنع ظهور الخلايا الحرة اللي ملهاش مستقبلات وتخش تتلف عندي الخلايا إن أنا أستخدم أل بمولتي فيت لأنه فيه داعة من الأكسدة عندي فيتامين إي وعندي فيتامين سي لتنين دول أنتي أكسدنس كويسين جدا جدا وبيعملوا على عدم أكسدة ومهم للست ده يمكن كمان سيدات كتير بالأكل اللي مش صحي وإحنا كستات في مصر بنموت في الأكل المسبك بالحب بالحاجات دي فالسكريات الإفراط فيها كتير جدا مش بقول إن إحنا خلاص ننع مرة واحدة لكن ناخد بالمعدل البسيط عشان ما يحصل ليش مقاومة للإنسولين يعني وانس إن حصل مقاومة للإنسولين أنت كده السكر عالي في الدم إحنا مش عايزين السكر يعالي في الدم الإنسولين هو اللي بيأخذ السكر يروح يخبط على الخلية خد السكر حوله الطاقة لو قعدت استهلكت سكر في اليوم كتير جدا هيحصل مقاومة للإنسولين إن الخلية هيجي الإنسولين يخبط الخلية مش تفتح له طولوا أنا عندي سكر كتير دي بدأت أقلمه دهون لما أبقى خلص فبيحصل إن خلاص مهما الإنسولين عالي السكر عالي فدي مشكلة فبقول لكل سك حدي شوية من كمية السكرات اللي بتغذيها في اليوم مهم إنها تأكل خضار مهم إنها تأكل السلمون أو السمك اللي فيه الأوميجا كل الحاجات دي مهمة ليها جدا 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 وهنرجع نقول برضو الشق أو العمل النفسي أساسي لا غنى عنه يعني برضو الواحد لازم نفساني يبقى مرتاحة لشان يقدر أن هو يستمر فللأسف الشديد برضو السيدات ممكن تكون بتعاني أضعاف من الضغط والتوتر عن الرجال وحيك برضو تصلاحي المعلومة دي بس لأن هي عندها مهام في المنزل وعندها مهام في العمل ومسؤوليات وغيره وغيره فدف حد زيته بيأثر بشكل كبير على كافة المستويات فالعامل النفسي أهم شيء برضو الواحد يركز فيه قلت كلمة صح أن السيتات أكتر بكثير من الرجال بكثير الضغط العصبي إحنا كستات عاطفيين العاطفة هي اللي بتقودنا أكتر دي دي حاجة مهمة أن السيدة تحاول أن هي الحاجات النجاتيب تبعد عنها أي حاجة بتضيقني أحاول ما أعملهاش ده مهم لأن على طول بقول سترس كورتيزول هرمونات تبوز عندي مشاكل كثيرة جدا بنتيجة الاسترس الضغط ساعة بتتسمعي أنا جالي سكر عصبي هي ما عندهاش سكر بس السكر عالي بنتيجة الاسترس الكورتيزول أول ما بيعلى بيغوز للدنيا كلها الاندوكرين سيستم الغضة للصماء البنكرياس الغضة الدرقية المبايد كل الحاجات دي عندي بتبوز هرمونات الاستروجين هرمونات القنوصة عندها بتتلغبط بتبتدي تدخم انت لو كورتيزول عالي هيسحب لي الملح هيسحب لي السوديو فتتدخم بتبتدي حصلاة خمول فنحاول بقدر الإمكان ونقدر نستخدم لأنه دعم للصحة النفسية بشيء ما لأن انت عندك مهمة قوي للأعصاب مهمة لصحة الدماغ فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه فيتامين بي كومبلكس موجود داخل فيتامين بي 1 2 3 5 6 7 9 12 صعب جدا ان احنا نلاقي مكمل غدائي موجود موجود يعني موجود في السوق المصري في كل الفيتامينات دي في عبوة واحدة صعب صعب جدا عشان كده بقول ملناش بديل مهم زي ما قلت للستات الكالسيوم ان حاس مهم جدا جدا ان حاس مهم لأي خلايا عندي بتتجدد حمد الفوليك السيتات الحوامل يمكن بياخده الدكتور بيكتب لها فوليك أسد فوليك أسد وهي لسه بتخطط للحمل من قبلها الفوليك أسد مهم جدا لدعم الجهاز العصبي للجنين والتكوين للجهاز العصبي وعدم تشوه الجنين طبعا الكوبالامين فيتامين بي 12 مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء عشان كده حتى بعد انقطاع الدورة بتمشي على فيتامين بي بتمشي على كالسيوم لأن أولا الاستروجين بيقل والكالسيوم بيحصل لها شوية ضعفة في العظم فمهم تمشي على كالسيوم ومهم تمشي على فيتامين بي 12 عشان يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء أكتر طيب نروح لأسئلة المشاهدين بردو لأن مهم التفاعل منا سبير وتقول أنا مؤخرا بسبب الشغل بقى أكلي كله من بره وما باكلش أي خضار أو فاكهة للأسف وطبعا عندي مشاكل كتير زي الإمساك المستمر بشريتي بحتانة شعري بيقع أنا عارف إن ده بسبب قلة الأكل الصحي بس عايزة أعرف هل لو خدت قلب مالتي فيت ممكن يوفر لي الفايتامينز اللي محتاجاها ولا برضو لازم الأكل الصحي معاها طبعا ألب مالتي فيت هيوفر لها جدا الفيتامينات اللي هي محتاجاها مهمة قوي لشعرها بيوتين وزنك ونحاس وفايتامين سي الأربع فيتامينز اللي مهمين جدا لصحة الشعر موجودين داخل ألب مالتي فيت طبعا هيدعم لها المناعة هيدعم لها الصحة النفسية لكن أنا أكيد كل مرة بقول لازم نحاول إن احنا نأكل أكل صحي لأن أنا بقول إن قلب مالتي فيت احنا نمشي بيه لايف ستايل تركيزاته مش عالية إن أنا أخده ككورس شهر أو شهرين ووقفه التركيزات الكالسيوم سبعين مستمرة ممكن جدا لكيش أي أدرار لا تتعارض مع أي دول لأن إحنا معدل الكالسيوم نحتاجه في اليوم حوالي ألف جرام يمكن الستر حامل تحتاج ألف ومتين الأفتر مونوبوز تحتاج ألف ومتين لكن هو الطبيعي نحنا نحتاج ألف ميلي جرام أنا عندي سبعين ميلي جرام فأنا التركيزات كويسة جدا عندي فيتامين سي خمسمائة ميلي جرام الجسم محتاج وان جرام فبحاول إن أنا أعمل المعادلة دي إن إحنا ما ينفعش أطلع أقول لا نأكل كل اللي إحنا عايزينه ونستخدم ألف ميلي جرام لا يعني هو زي ما بتقال كده أحسن الضررين يعني لو طالما أنت حياتك كلها ماشي غلط يبقى أنت طبعا تاخد مكامل غذائي بس لازم إن هي تحاول مرة واحدة واحدة تسيطر على البنت دي هتلاقي وشها برضو مفهولة ما هي بتقول فعلا هتلاقي وشها مفهولة باهت جدا هتلاقي عندها الهالات السودا عندها لو بنت صغيرة هتلاقي بداية تجعيد آه طبعا لأن كل الحاجات دي بتبقى نتيجة نقص الفيتامينات ومعادل عندك فيتامين سي وإيه مهم جدا للتجعيد لأنه انتي اوكسيدنت وفيتامين سي مهم لدعم الكولوجين كويس فهي الإجابة طبعا محيفيد جدا ولكن مفيش حاجة سحر أنت لازم برضو تكوني حياتك عايشها بطريقة سليمة يعني مش طبيعي إن إيه إحنا ما نعملش أي حاجة خاص بعين ها فين الدواء السحري نتعب شوية يعني محتاجين نتعب شوية نروح لأستاذ مرات حنة بيقول صباح الفل على حضراتكم إيه الفيتامينات الجسمي محتاجها كراجل وهل ممكن نقص الفيتامينات تؤثر على الخصوبة أو العلاقة الزوجية وشكرا طبعا على فكرة رجال كتير محتاجة الفيتامينز وميش بس ستاتك لكل الرجال محتاجين الفيتامينز من أهم الفيتامينز الرجال محتاجاها فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه فيتامين سي للمناعة مهم جدا فيتامين إي اللي كأنتي أكسيدانت يمكن لتحسين الخصوبة أنا عندي ثلاث حاجات داخل ألف مولتي فيتامين إي مهم جدا لتحسين الخصوبة عندي الزنك من أهم الفيتامينات اللي بتعليلي الكواليتي بتاعت الحيوالات المنوية والحركة وعندي نحاس مهم جدا جدا لدعم الخصوبة فقالب مولتي فيت هيبقى هايل معاهم أهم حاجة أنا باخد من قلب مولتي فيت كابسولة واحدة بس في اليوم أيا كان سني أو أيا كان عمري سواء ستة أو راجل هو كابسولة واحدة بيمدك بالفيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين هي الكالسي المهم للعضمهم آه ممكن كون الراجل ما بيحصلوش مشاكل في العضم قبل الستات وإحنا كده على طول في كل حاجة وكل حاجة جاي علينا كده مظلومين لا حتى في دي بجد حتى في العضم كمان في العضم طبعا الستات هي اللي بيجي لها مشاكل في سن أقل شوية من راجل الراجل بيبتدي يشتكي من عضمه بعد الخمسة وخمسين أو بعد الستين لا الست من خمسة وعشرين حلو كده بس مهمة برضو عشان دعم العضم نعرف ان احنا نقعد صحي يعني ما فيش بنات في سن المراهقة ولاد طول وقت عاديين مقتبين ويجوش تكم العضم لما يكبروا الأعضاء الصح الألبان والزبادي الحاجات دي كلها مهمة لدعم العضم مع قلب مالتوفيت أكيد طيب لو يعني هروح معاك بقى لنفضل تقريبا دقيقة أو نص حاجة زي كده ونصيحة عامة للسيدات اللي بيتتبعنا دلوقتي إزاي ممكن زي ما بيتقول بريسكريبشن أو روشيتة دكتور دينا تقولها لهم علشان نوصل للنهاية إن يعني جسد سليم وصحة نفسية سليمة صحة نفسية سليمة وجسد سليم إن أنا بقول لكل سيد التفرج علينا نحاول إن إحنا نعالج موضوع أو مش نعالج نحاول إحنا نقلل التوتر نفسي حاجة مدايقانة تكريب حاجة بوسطف سفري روحي تعالي النشاط مهم جدا جدا اتحركي حتى لو إنتي ما بتشتغليش أو حرارتك مش بتشتغلي اتحركي في البيت متعاضيش تاكل أكل صحي مهم قوي تنام كويس صحيح في أمهات كتير بيعانهم المشكلة دي المفوض إنها 2-8 ساعات على الأقل بالليل ما نقلبش يومنا لأن ده بيضع في المناعة جدا نشرب مية كويس 2 لتر في اليوم ما فيش حاجة اسمها بنسى أشرب مية بتنسي حط الإزازة جنبك لأن المية أساس كل حاجة حية وتعزيز للدورة الدموية وأكيد بنصح لكل سيدة تستخدم قلبة مولتي فيت هتتبسط من النتيجة جدا جدا وبطمن كل ستم تتفرج علينا أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء ما تقلقش أبدا والحلوة فيه أن أنا أقدر أشتريه من السيدلية لأن معروف أي سيدلية أيا كانت مفيش حاجة مفيش داوة مفيش مكامل غذائي متحط في السيدلية من غير وهو خطة ترخيص فدي حاجة مهمة بقول لها استخدام قلبة مولتي فيت هتتبسط من نتيجة جدا كابسولة واحدة في اليوم كويس جدا بس نواظب أهم حاجة نواظب نواظب مش اللي هو ناخد يوم اثنين أسبوع ونرجع بعدها مثلا بخمس أيام المواظبة أساس عامل مهم جدا نورتينك العادة حبيبتي أنا هواني سلامي من الناس الجميلة اللي بنسعد بيهم بجد كتضيه في عشر صف الأهل حبيبة قلبي والله أنا اللي مبسوطة بعرف اليوم بطلع مع الهواني وكريم بتلاقي النشاط الصبح جاية ومبسوطة مرسي يا دكتور اشتركوا في القناة